اشتركوا في القناة نقرأ في موقع الحرة غلق أحياء بغداد والسلطات تحذر من إجراءات أخرى مع ارتفاع إصابات كورونا وجاء في الخليج الإماراتي ممثل مقتر الصدر ينجو من محاولة اغتيال في بغداد ونقرأ في العرب الجديد ستة أشهر على اتفاق سنجار والعمال الكردستاني يستقوي بالحشد نتصفح في الشرق الأوسط واشنطن متمسكات بالعقوبات على برامج إيران للصواريخ القدس العربي وكاتو الطاقة الذرية تبلغ عن انتهاك إيراني جديد للاتفاق النووي وفي الاتحاد الإماراتي أفغانستان حركة طالبان تسيطر على منطقتين حدوديتين في إقليم هيرات وأخيرا وليس آخرا البيان الإماراتي مقتل أحد عشر متظاهرا في اشتباكات مسلحة بين قوات ميانا مار ومحتجين نستهل صدانا هذا اليوم من صحيفة المثاق حيث قال مثنى عبدالله واهم من يعتقد أن دخول قوات الغزول في بغداد في التاسع من نيسان في العام 2003 حدث استنفذ ارتداداته وآل كل شيء لما هو مخطط له فبغداد كانت جدار برلين العرب الذي بعده أعيد تشكيل خارطة الوطن العربي مثنى عبدالله يرى في صحيفة المثاق الوطني أن الارتدادات لم تكتمل بعد لأن احتلال بغداد برنامج عمل تم تأسيسه لعادة صياغة البنية السياسية في العراق على الشكل الكارثي الذي ما زال العالم كله يرأى إذا كانت ديول الاحتلال قد حاولت جعل هذا اليوم عيدا وطنيا بما أسموه يوم التحرير فهو إنما استجابة لإرادات قواء الغزو التي عملت على أن تكون لدى شعبنا ذاكرة منقسمة تبعا للانقسام المجتمعي الذي اجتهدوا كي يجعلوه واقعا حقيقيا لكنهم فشلوا وهاهم يلوذون بالشعارات الوطنية ويحاولون ارتداء ثوب الهوية الجامعة متظاهرين بأنهم ضد الاحتلال وقواته المتواجدة على الأرض في حين أنهم أذواته ووسائله وعناصر النظام السياسي المنقسم على ذاته الذي أنشأته قوى الغزو إما يدل دلالة واضحة على سقوط المنهج وإفلاس الأتباع وتدعي المشروع الاحتلالي الذي أريد له أن تكون بدايته في التاسع من نيسان ويمتد ليشمل الشرق الأوسط احتلال بغداد خلق حالة من الترقب لما سيأتي ليس بالنسبة للعراق وحسب بل للمنطقة عموما لأن الحدث كان فريدا من نوعه في ذلك الوقت بعد أن كانت قلعة كبرى لشعوب هذه المنطقة كما شكلت حاجزا نفسيا حصينا في تشكيل النفسية العربية ولو أمعنا النظر اليوم إلى ما آل إليه الوضع الحالي لوجدنا أن العراق أصبح خارج دائرة الصراع العربي الصهيوني بتدمير قوته العسكرية وتأمين عدم استخدام ثروته النفطية ضد المصالح الغربية وتسليط طغمة فاسدة تتحكم بمصيره ومستقبله وثرواته الكاتب يشير إلى أن الاحتلال الأمريكي للعراق فشل في جوانب أخرى أهمها تعثر مشروع الشرق الأوسط الكبير بعد أن استدم بقوة المقاومة الوطنية وإنهاك قواته التي اضطرت لعادة تطويرها وتدريبها لما أصابها من خسائر مادية ومعنوية كبرها نطلع في موقع عربي 21 في التاسع من نيسان 2003 بدأت مرحلة مرهقة ومظلمة وقاسية وساحقة ومدمرة من تاريخ العراق الحديث وما زلنا حتى اليوم نعاني من تداعيتها المريئة التي ربما ستستمر لعشرات السنين جاسم الشامري يقول في موقع عربي 21 إنه بعد سنوات وسنوات صرنا في منتصف طريق مخيف فلا نحن دولة ديمقراطية ولا نحن دولة لها أي شكل من أشكال أنظمة الحكم في العالم وربما الوصف الأدق والأقرب هو المسمى اللا دولة أو نصف الدولة رتب الحال في العراق ومنذ الأيام الأولى للاحتلال لبناء نصف دولة فالدولة الحالية معترف بها من كل دول العالم وفي الواقع هناك نسبة ليست قليلة من الدول تتعامل بموجب سياسة التغليس عن وجود حقيقي لدولة في أرض الرافدين بعد عام 2003 وكذلك هناك بالمقابل نسبة غير قليلة من العراقيين غير معترفين بالدولة القائمة وبهذا بقيت الدولة تتنفس بنصف رئة وهذا ما نلمسه في عموم مفاصلها حالة نصف الدولة قادت لمظاهرات عرمة بالمدن السنية في عام 2013 نتيجة الظلم والتهميش والتضييع الممنهج الذي مارسته حكومة المالك حينها فتلك المظاهرات لم تشارك فيها أو تدعمها غالبية المدن الشيعية المظاهرات السنية سحقتها حكومة المالك ومزقت سنة العراق ما بين القبور والسجون والتهجير والاتهامات الباطلة تركت معارك التحرير عشرات أنصاف الأحياء السكنية حيث إن نصف منازل أحياء مدن الموصل والأنبار وصلاح الدين مدمرة ولم تعمرها الحكومة رغم اللعود ومؤتمرات الإعمار الدولية إن سياسة أنصاف الحلول قادت لتشكيل نصف المؤسسة الأمنية بشكل رسمي ونصفها الآخر بشكل غير رسمي وانتجت انتخابات نصفها الشكلي ديمقراطي وجوهرها أو نصفها الآخر ديكتاتوري ويمتلك المافيات المسلحة والمال السياسي والترهيب الديمقراطي الكاتب يرى أن العراقين بحاجة للتوعية من مخاطر أنصاف الحلول فالعراق بعد أكثر من ثمانية عشرة سنة من الخراب والدمار يقف على أطلال الديمقراطية ويعيش فيها شاشة سياسية وأمنية واقتصادية نطلع في صحيفة البصائر في واحدة من صور الطغيان ذات الإسفاف خرجت وزارة الخارجية الأمريكية بوقت لا يبعد سوى أيام قليلة عن ذكرى احتلال للعراق لتعلن عما أسمتها جهود الولايات المتحدة في إزالة الألغام في العراق جهاد بشير يرى في صحيفة البصار أن الجهود التي تتحدث عنها واشنطن في هذا الشأن ليست سوى استثمارات مالية وسياسية سيكون واجبا على حكومة بغداد أن تردها مضاعفة في عملية تحايل ليست بغريبة في المشهد العراقي الذي بات أرضا خصيبة للجمع بين المتناقضات والأرضات الحديث عن جهود أمريكية لتطهير مناطق معينة من العراق من بقايا ألغام واسلحة تشكل خطرا وتهديدا للناس أقرب لطرفة الساخيرة منه إلى الحقيقة التي تترتب عليها آثار فالألغام والأسلحة لم يكن العراقيون يوما في مواجهتها ولم يجدوا أنفسهم مضطرين لحياة مطوقة بالمخاطر ويحفها الموت من كل اتجاه قبل مجيء الاحتلال الأمريكي الذي أحال البلاد ساحة حرب وصيرها معسكرات ترعى فيها الميليشيات أغدوا وعشية إلا ما كان من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية ولم تسجل على مدى ثلاثة عقود حوادث ذات صلة بمخلفات الحرب إلا حالات معدودة قد لا تكاد تذكر قياسا إلى حجم الجهد الذي تروج له خارجية واشنطن مؤخرا الذكرى الثامنة عشر لاحتلال بغداد تأتي في وقت تحاول الولايات المتحدة الأمريكية اللعب في اتجاهين ورقة ما تسميه الإرهاب وآثاره ومنها قضية ألغام داعش وجهودها المزعومة في العمل على إزالتها والصراع التنافسي مع إيران وميليشياتها لتصنع انطباعات جديدة وتروج لمفاهيم أخرى لعلها في المنظور الأمريكي تلغي ذاكرة العراقيين وتصرف رؤاهم عن تأصيل الأزمات التي تجتاح بلادهم وأسبابها ويتجاهلون حقيقة أن ما يجري لهم ليس سوى من مخرجات المصنع الأمريكي والأيد الإيرانية العاملة فيه ويختتم الكاتب بالقول العراقيين أدركوا منذ عدة سنوات ليست بالقليل أن العملية السياسية وما يتصل بها مجرد دمية تتنازع واشنطن وطهران في تصميم أزيائها مع اتفاقهما على أنها الصنم المثالي الذي يعبد سياسيا وأمنيا واتصاديا وثقافيا وغير ذلك وإذا كان الأمر كذلك فقد آن الأوان لأهل العراق أن يحولوا إدركهم هذا إلى واقع عملي وتطبيق ميداني يطهر البلاد من رجس الوثن ويعيد الكرامة للوطن جاء في صحيفة الزمان تستمر قوافل شهداء التظاهرات في الناصرية وفي غيرها من مدن العراق ولن تتوقف ما دامت ميليشيات القتل والاغتيالات محمية بأحزابها وكتلها وأشخاصها وما دامت أحزاب الفساد والفشل والقتل تهيمن على المشهر السياسي والأمني والاقتصادي في العراق سامي الزبيد يقول في صحيفة الزمان إنه ما دام سوء الإدارة وسوء الخدمات والفقر والجوع والأمراض والبطالة والمخدرات تفتك بأبناء العراق فتظاهرات تشرين ستستمر وقوافل الشهداء لن تتوقف لقد تمكنت الحكومة وأحزاب السلطة لأسباب معروفة مستغلة الصمت المحلي والدولي عن القتل الوحشي للمتظاهرين ومستغلة ظروف جائحة كورونا والوعود الكاذبة بالإصلاحات والتغيير والانتخابات المبكرة تمكنت من تحجيم التظاهرات وإبطاء زخمها لكنها لن تستطيع إطفاء شرارتها وإخماد جذوتها وإنهائها كليا فالتظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحقيقية وبالعدالة والخدمات الأساسية والقضاء على الفساد والفاسدين لن تنتهي أبدا فهي تبقى تتوهج وتعاود الانطلاق هنا وهناك لتقضى مضاجع الفاسدين والفاشلين من السياسيين وأحزابهم الطائفية التي دمرت البلاد والعداد وتبقى سوح التظاهر تزف في كل يوم أعدادا من الشهداء والجرحى الذين يسقطون برصاص الحي رصاص الغدر للقوات الحكومية التي تدعي أنها تحمي المتظاهرين أعداد كبيرة من الجرحى والمعاقين أنهت حياتهم ومستقبلهم رصاصات الميليشياويين وأزلام الأحزاب الفاسدة وقنابل المجرمين الخونة فباتوا مقعدين لا حول لهم ولا قوة ولا معين والمشكلة أن حكومة الكاظمي وقبلها حكومة عبد المهدي تقول إن قواتها تحمي المتظاهرين فمن يطلق رصاص على المتظاهرين ومن يطلق قنابر الدخان المميتة على رؤوسهم ومن يستخدم كل أدوات القتل الوحشية هذه ضد المتظاهرين المطالبين بوطنهم وحقوقه الكاتب يغيف أن هذه الأسئلة لم تجب عليها حكومة الكاظمي ولا وزراءه الأمنيين ولا الجزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية التي استطاعت أن تكتشف اجتماعاً لعدد من قادة داعش وعناصره في الطارمية لكنها عجزت تماماً منذ انطلاق ثورة التشرين عام 2019 وإلى أيامنا هذه عن تحديد الجهة التي قتلت وتقتل المتظاهرين جاء في صحيفة العرب الجديد وحول الملف اليمني يشهد الملف اليمني منذ مدة حراكاً سياسياً دولياً تكثف في الآونة الأخيرة مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة التي أكدت عزمها العمل على إيقاف الحرب في اليمن الأمر الذي يطرح السؤال عن إمكانية اقتراب نهاية الصراع في اليمن أمار كوش يرى في صحيفة العرب الجديد أن هناك شكوكاً بإمكانية نجاح المساعي الأممية والأمريكية لوقف الحرب وإنهاء الصراع بالنظر إلى إخفاق مفاوضات واتفاقات سابقة وخصوصاً التي وقعت في الرياض وستوكهول على الرغم من الحراكين الأممي والأمريكي إلا أن هوة كبيرة ما تزال قائمة ما بين الحراك السياسي والأعمال العسكرية الأمر الذي يشي بمدى التعقيدات التي تعصف بالمحادثات بين الأطراف المتصارعة خصوصاً وأن ما يجري على الأرض لا ينظر باقتراب نهاية الحرب الدائرة في اليمن حيث صعد الحوثيون هجماتهم على العمق السعودي واستهدفوا منشآت أرامك النفطية وزادت وطيرة هجماتهم في محافظة مأرب قد لا يصمد التفاؤل باقتراب نهاية الحرب أمام زيادة حدة التصعيد العسكري خصوصاً أن لهذه الحرب امتدادات إلى خارج اليمن تتعدى الحكومة الشرعية والحوثيين وكل الأطراف اليمنية وتطاول المشروع الإيراني في المنطقة والصراع السعودي الإيراني لذا بات الصراع في اليمن وعليه يأخذ مع طول أمد الحرب امتدادات واتجاهات بعيدة عن المسارات التي بدأ بها وبالتالي من الصعب التكهن بأن نهاية الحرب باتت قريبة وفي ظل ربط الوضع اليمني بملفات أخرى كالملف النووي الإيراني وانتظار التفاهمات الأمريكية الإيرانية بشأنه وانسداد الطريق أمام التحالف العربي ضد الحوثيين وفشله في إعادة الشرعية فإن الجهود الدولية والأممية باتت تجنح نحو التركيز على وقف الكارثة الإنسانية أكثر من جنوحها نحو إيجاد حل سياسي شامل ينهي الحرب وبحسب الكاتف فإن أي مسعى سياسي حقيقي يجب أن يأخذ في الحسبان وضع حلول للوضع اليمني برؤية الأطراف اليمنية نفسها وليس وفق رؤية القوى الإقليمية والدولية والأهم من ذلك هو عدم ربط الحرب اليمنية بأي ملفات وتسويات إقليمية أو دولية لأن ذلك يحولها إلى ملف مقايضة في صراع الآخرين تناولت صحيفة الجارديان البريطانية المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا لأحياء الاتفاق النووي وقالت الصحيفة في مقال للكاتبة هوليد داگرس إن مسار العودة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران مليء بالألغام الأرضية الاعتبارات المحلية رغم إشارة كل من طهران وواشنطن إلى رغبتهما في العودة إلى الصفقة النووية الصحيفة أوضحت أن واشنطن وطهران لا تريدان اتخاذ خطوة خاطئة يمكن أن تنفجر في وطنهم مشيرة إلى أنه منذ تولي رئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في العشرين من كانون الثاني يناير الماضي لا تزال الدولتان عالقتين في طريق مسدود بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي انسحبت منها إدارة دونالد ترامب في أيار مايو من عام 2018 ألفتت إلى أنه تم إحراز تقدم واضح الثلاثاء الماضي حينما اجتمع الطرفان في العاصمة النمساوية فيينا رغم إقامتهما في فنادق منفصلة لكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها أمريكا باجتماع متعدد الأطراف مع إيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاقية النووية وأكدت الصحيفة أن الكثير من تركيز إدارة بايدن خلال الأيام المئة الأولى من ولايتها كانت ولا زالت على الاقتصاد الأمريكي وتأثوره من وباء فيروس كورونا المستجد والذي يتضمن تمرير حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريون دولار في آذار مارس الماضي وخطط بنية تحتية بقيمة 2.3 تريون دولار قيد التنفيذ حاليا وتختتم الصحيفة بالإشارة إلى أن سياسات إيران الداخلية أيضا تلعب دورا بهذا الصدد موضحة أن الانتخابات الرئاسية ستجري في الثامن عشر من حزيران يونيو وهذا يبعث قلق الموقعين الأوروبيين لأن إيران لا تتخذ في العادة قرارات كبيرة خلال انطلاق الحملة الانتخابية وإلى حين استقرار إدارة جديدة بمنصبها وبعيدا عن السياسة بعد أن كان مهددا بالموت في أي لحظة حصل رجل إسباني على هديتين ثمينتين في يوم واحد وزال عنه ما كان يهدد حياته فقد كان أنتونيو سلفادور برفقة زوجته التي دخلت في آلام المخاض عندما أخبره الأطباء أنهم عثروا على قلب مطابق من أجل عملية زراعة كان ينتظرها منذ سنوات بعد لحظة من التردد وافق سلفادور الذي يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما وعندما أفاق الرجل من الجراحة في مستشفى جورجيورو مارانون في العاصمة الإسبانية مدريد في نفس اليوم في منتصف شهر مارس الماضي أصبح لديه قلب جديد سليم وطفل جديد كذلك جاء الحياة بسلام وقال المستشفى أنه انتظر للتأكد من أن المريض تكيف بشكل جيد مع القلب الجديد وأن الطفل بخير أيضا قبل الإعلان عن نجاح عملية الزراعة وأوضح جراح القلب مانويل رويز فرانانديز أوضح أن زراعة القلب أنقذت حياة سلفادور لأنه كان يعاني حالة تعرف بمرض القلب الضخامي وكانت تتفاقم باستمرار مشاهدة ممتعة مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر باللقاء